الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله إذا هناك سائل فأنا أسمع إليك سيدي نعم السلام عليكم وعلكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته آمين يا رب نعم سيدي آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب أنا في سنة سبعين روحت لفرنسا وخليت معا وتاع احلا مين جهت انكيت اراح تزوجك إلا ما سمعت مني ما سمعت منها آسمح لي بالعقل يا بابا انت روحت لفرنسا خليت معتك هنا ما طلقتهاش ومن بعد كي جيت صبتها مزوجة مزوجة اي وشعال قاعد في فرنسا اي وشعال قاعد في فرنسا قاعد ست شهر قاعد ست شهر اي ست شهر تزوجت اي كمل اي سؤالك ومن بعدها جين واحد اشحق اي تندرها ونقل ست شهر يا الحاجة يا الحاجة الله يرضى عليك قاعد ست شهر في فرنسا قاعد ست شهر في فرنسا ماشي ست سنين لا لا ست شهر صبتها تزوجت كي جيت انتل عند مرتك ست راجل معها ما سمعت لها من ابو لها من عمي لها من امو راحت حاجة الزوجة وماذا فعلت انت ماذا فعلت ما فعلت واش نفعل رحت للقاضي رحت للقاضي وطلقتها ولا وجدتها ما رحت لها القاضي لا طلقتها لا وانو لا حول ولا قوتها الا بالله واش كون زوجها باباها ولا شكون ما عمد الله ما عمد الله بلوان وهذا الراجل اللي تزوج بها قالوا له بلاذ يمزوجها ولا واش قالوا له حسبنا الله ونعم الوكيل قل لي سؤالك يا سيدي قل لي سؤالك قل لي سؤالك لقيتها من الزوجها خلاص ما ما لقيت من واش خلاص هذا هو سؤالك وكيل سؤال نخلصنا في الأوروب ايه وش حق ايه السلفت من عند واحد عصر ملايين ايه يعني يدي بالزيادة ايه يدي بالزيادة ايه ايه يدي بالزيادة يدي عليك الدراهم بالزيادة ايه وهذا هو الريبة هذا من الريبة سلفت عشر ملايين ترتلو عشر ملايين قد قد لا يجوز لو يدي الزيادة هذاك هو الربا بعينه وهذا المرأة يكتألها هذا هو الزنا هذا هو الزنا من الكبائر الشريعة ترجمها كما لحنش كيف أنت تطع لفرنسا ستشهر وإذا بالمرأة جيت تزوجت وعندها رجل جديد وأنت لم تطلقها لا في المحكمة ولا عرفيا ولا لفظا ولمرأة تشكع الخبر روح في دعوة قضائية روح للقضاء خلاص أنا أتزوجت وراني بولادي وراني كل شو وهي أرعب أرعبها حفرات يرعبها السكر والضيقة قل حسبي الله ونعم الوكيل قلها الآن حسبي الله ونعم الوكيل خلاص انتهت القصة شكرا سيدي شكرا لا حول ولا قوة إلا بالله لو كما يسمعش الإنسان سؤال بوذنه يقول ما شي صح هذا المخرج تعالحصة دوك لو يسمع فيها دوك أو يخرج في الحصة هذه قال لي فيه ودني قال لي واقعي له ست سنين بوكسيد ما هو الشي يعف يهدر عاو تلق لك ستة أشهر أو عاو شو يقول يروح ستة أشهر لفرنسا على قضية يجيسي موت وتزوجت زوجت وش طاولة حكم الغائب ما وش حكم الغائب لأن الغائب ينقسم إلى قسمين كاين غائب زمن الحرب كي ما صارت فرنسا احتلت تزير نص هربت كي لا هرب تونس هذه لسا بتوحل القاضي والقاضي يعلم الناس ويحوسوا عليه في كل مكان ومعدها لما ما يبانش القاضي يحكم بوفاته فإذا حكم القاضي بوفاته بعد ذلك تتزوج ولا تقعد بدون زواج لكن ستة أشهر مدخل لا في حكم الغائب ولا في حكم الميت ولا في حكم المفقود ولا في حكم والو تدخل في حكم الزانية زانية متزوجة راح لفرنسا ستة شهر جاء صابها مزوجة قال لك برجل كانت تعريفه حسبون الله ونعم الوكيل قال عليه الصلاة والسلام بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين حسبون الله ونعم الوكيل إذا ما فيه السائل أجيب على الأسئلة الكتابية سائل يقول أو سائل أسائل قل أنا متزوج وأقيم في ابن سليمان وأزو والدي المقيم في البليدة مؤخرا تدخلت عمتي في شؤوني الخاصة وسببت لي مشاكل كثيرة ولذلك عزمت على مقاطعتها فهل يجوز لي هذا علما أنها تريد مني أن أطلق زوجتي يا سيدي إذا كان عمتك إذا كان عمتك تتدخل بحيث تفسد عليك زوجتك أفهم ليه تفسد عليك زوجتك أنا يجوز أن تقاطعها يجوز ويجوز أن تمنع زوجتك من أن تتحدث معها أنا نعود باش مدخلش أو الشيخ قال وأنا ما قلش إذا كانت تفسد عليك زوجتك أو كين شنسا كين شنسا يفسدون الزوجات نجاوب على الاتصال وأعود إلى هذا السؤال نعم سيدي أنا أستمع إليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وش رك شيخ والله بخير أنا بخير والحمد لله الحمد لله أنا أم نسرين وأنا من شرشان الله عمر دارك يا أم نسرين الله يسلمك أنا حبيت سؤال تبعي معايا عندي جوارين روم يضرموا فيها رزال عندهم فيلاك واحد عنده بنكو مننا واحد ما عنده بنكو مننا يطلعوا لي يا ألدار أنا عندي ربناش يطلعوا لي يا ألدار كي قلت علاش جابوا شهود راحوا شدكينة جابوا شهود راحوا حلفوا شهادة الضرثة في المحتامة أسكوا هذا حلال ولا حرام والله يا أمي يعني الجاة تعافي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وزيد لا يجوز للجار أن يبني بنايا يطل فيها على جار وما يجوزلوش يعني ما يديرش التواقيم الجيالي كإن إصحينت على جار أنت يا بيتك يقع في الأسفل وهم ابناء وفوقك هكذا أنا فلرت أنا فلرت هما ابناء وكان عليه ما يديروش كان عليه ما يديروش النوافذ من الجهة الصحين نتاعك لا يجوز هذا البناء أصلا لا يصح يعني حتى عند المهندسين بلا ما نشوفوا الإسلام حتى عند المهندسين ما يديروش التواقي يطلوا على الصحين تعالجيران يطلوا على الصحين سيدي وإحنا يا تك شوف إحنا البناء عندي غير بنات يمشي وفلا كور هما يطلوا من البنك ومن الفوق كيف تقدروا تقولهم تكون في جهات الصحين تعالجيران البنيان يعني يطلوا لا 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 طل ما يجوز لشي ديرتاقة يطل فيها الصحين تعالجيران يعني كان عليهم كيجوا يبنوا أصلا عند البناية قبل ما تخرج البنيان من الأرض يراعي وحرمة الجار يراعي وحرمة على الجار ما رعاو ما رعاو الشيخ والله العظيم يطلوا كين نفقي أنا نقولهم لماذا يقولوا هذا المرأة ما تشمله هذا المرأة رغم يظلموا يكذبوا ما كاش منها عليهم إما يديروا ستائر لهذه النوافذ فلا يفتحونها أبدا وإما أنك أنت تدير بالقصب يعني يشوفي بالقصب كيف تديري قبة فوق بيتك يعني تولي مستورة وش عليها قبة ولو تمنعك من رؤية السماء تحظي فيها على الشرف تعبناتك أفضل من أفضل من من رؤية السماء وأنت مكشوفة للجيران يعني والله العظيم يا شيخ شجر ظلمون ظلمون وحد الظلم ونقول لك والله الظلمون تأصح قولي حسبي الله ونعم الوكيل نعم الوكيل ونقوم لا إله إلى الله ونقول كل إذا جيرانك يسمعون عليهم أن يتقوا الله الناس ولا تصبر على هذا يعني الجار يقدر يصبر الجار على حاجة قطرة ولا ما يقدرش يصبر على الحر ما يقدرش يعطيك هذه مسألة ما تصبرش عليها هذه حاجة ما نقضوش نصبر عليها يعطيك صحة يا شيخ هذه ما تقدر تمشي تمشي علينا حاشك طلابا البنك قلتم يقولون بالعيف لا لا يا أمي لا الحر المنتعك تدافع لها بالأذى منتعك أنا ندافع لها حقي أنا لها لها ما تكون مليه عند الخلق المهم أن تكون مليه عند الخالق عند الخلق شكر يا أمي lariatcik صحة الله يحفظك يا أرمي الله يستردك الله يحفظك أنت رابع العدوية تقول لله جل جلاله فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نحن من يهم ناشي الخلق مع الخلق نبدأ والخلق مع الخالق شوف أنت مع الخالق هذه مراء وعندها بنات والبنات في دارهم في الصحين مين بسوش الخيمار هذا هو بنات وانت جيت بني فوق دارها فوق الصحين عندك خمسة سنين من اللي جيت هي عندها ثلاثين سنة أنت عندك خمسة سنين أنا عرف الجواب بتاعك أنا عرف لو كنت لقى وأكعد تقولي أنا شريت بلاريتي وكذا وبالك هي عندها بابي تامبري ولا ما عندها شكوارت الفايدة يا وعندها ثلاثين سنة و هي في هذا المكان أنت لما جيت الله يبارك ابني أعلى سبل حرمة على البيوت الله يعمر داركم بالخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم وبركاته شكرا لكم وبركاته